تحت عنوان وراء الرؤية نظمت بعثة المملكة العربية السعودية بجونيف تزامنا مع أعمال الدورة الخامسة والخمسون لمجلس حوال الإنسان معرضا فنيا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة يعكس مدى الحراك النهضوي المتنامي للمرأة في المملكة يعتبر هذا المعرض حراكا فنيا في أروقة الأمم المتحدة تكريما للمرأة السعودية والإنجازات المملكة التي حققتها مؤخرا بشأن تحسين أحوال المرأة باعتبارها أحد مكامن القوى في النهضة الوطنية إذا أردت أن تنظر إلى مدى تقدم شعب فانظر إلى فنونه فالحضارات تعرف بالفنون وتقدم بخالص الشكر والإمتنان لوطني الغالي السعودية وعلى رسو والدنا الملك سلمان حفظه الله ونائبه صاحب السمو الملك محمد بن سلمان الداعم الأول للمرأة والفن وأقتبس كلمة سمو سمو صاحب الملك محمد بن سلمان بن عبد العزيز أنا أحب الفن وأؤمن أن أي شخص يمتلك ذوق رفيع يجب أن يحب الفن ويقدره وكما هو معروف يحتفل العالم في الثامن من مارس باليوم العالمي للمرأة الذي قرته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ العام 1977 وتأتي هذه الذكرى بعد مرور نحو سبع عوام على مصادقة مجلس الوزراء السعودي على رؤية المملكة 2030 التي تضمنت مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية وجميع مجالات الحياة طه يوسف حسن قناة الإخبارية الأمم المتحدة جنيف جنيف جنيف